بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي يشرفني أن أنقل خالص التمنيات للملايين من سكان العالم الذين يحتفلون بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي أمثلها تعتبر ثاني أكبر آلية إقليمية لحقوق الإنسان بعد الأمم المتحدة وهي تعكس تطلعات نحو ملياري شخص من مختلف الأديان معظمهم من المسلمين ومن ثقافات متنوعة يعيشون في 57 دولة عضو متوزعة في أربع قارات مختلفة في العالم واليوم باعتبار أول امرأة تتولى منصب المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان فإن ذلك لا يمثل حدثا شخصيا بالنسبة لي فحسب بل وتشكل خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا الجماعية نحو عالم أكثر شمولا وإنصافا واحتراما للحقوق وفي هذا الصدد يسعدني أن أشاطركم بكل ثقة أن مسار هذه الهيئة تم تحديده للنهوض بجهود منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة وذلك بما يضمن توافقها مع القيم الإسلامية وبهذه الروح تعهدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمواصلة تبني مبادئ الشمولية والتقاطع وتمكين الفئات المحرومة والتعاون الدولي دون تمييز وفي هذه المناسبة السعيدة ندرك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد إنجازا تفخر به الإنسانية بيد أنه على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود لا يزال الطريق طويلاً ففي حين يتم الاحتفاء بهذا الإنجاز الإنساني تتفاقم أزمات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في غزة لتشكل تهديداً لمثل حماية حياة الإنسان وكرامته لقد تحسن التحرر من الفاقة والجوع لكن لا يزال الملايين يعانون من الفقر والتهميش معظمهم من العالم الثالث كما نشهد تصاعد موجة الإسلاموفوبيا والعنصرية في شكل قوانين رجعية تفرض الحذر على الحجاب والمآذن مما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لذلك حان الوقت للتأمل لتحديد الهفوات وتصحيح المسار وتجنب المعايير المزدوجة وبما أن مشاكلنا تتجاوز الحدود فنحن بحاجة إلى تخطي خلافاتنا لبناء مستقبل أقوى قائم على ركائز آمالنا بدلاً عن مخاوفنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته